نظمت مؤسسة أوريدو بالتنسيق مع الجمعية الوطنية لمساعدة المرضى وينلقى حملة تحسيسية للكشف المبكر عن سلطان الثدي بولاية المسيلة المبادرة التي احتضنتها بلدية تولادسيد إبراهيم جاءت تماشياً مع التزام المؤسسة بدورها الاجتماعي وبمناسبة الشهر الوردي سفيان قوادري رصد التالي أكتوبر الوردي تنظيم عمليات تحسيسية للنساء حول سلطان الثدي عبر مختلف الولايات وذلك بالتنسيق مع الجمعية الوطنية لمساعدة المرضى جمعية وينلقى ومست هذه العملية 16 ولاية ونحن اليوم متواجدون بولاية المسيلة وبالتحديد ببلدية ديس دائرة ولدسيد إبراهيم وارتعينا نختار هذه المناطق لأنها هي مناطق بعيدة عن المدن الكبرى ففي عملية تحسيسية من قبل أطباء المصلحة الاستشفائية الجوارية للمنطقة وكذلك أطباء من جمعية وينلقى في فحص طبي للنساء وكذلك في عملية تحسيسية كذلك نذكر فقط أن هذا اليوم التحسيسي هو يوم من بين أكثر من 150 يوم تحسيسي مسطر على أكثر من 14 إلى 16 ولاية في شهر أكتوبر من ألج التحسيس أكبر عدد ممكن من النساء ضد سلطان الثدي بالكشف المبكر عن هذا السلطان الشهر كامل رحين ندوروا بكل البلديات نقوم فيها بعملية الكشف المبكر عن سلطان الثدي وكذلك الكشف المبكر عن سلطان عنق الرحم شف المبكر تجرأت وتشجعت اكتشفت باللي عندي فعلا المرض والحمد لله بيكتشاف المبكر عاوني أني نعالج ووصلت للشفاء التام بإذن ربي اشتركوا في القناة